اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي الدكتور أسلوكو ولد أحمد أزيد بي وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في المجالات كافة وما تتسم به من تقدم مستمر يخدم مصالحهما في ظل الحرص المشترك لتفعيل هذه العلاقات وتعميق قنوات التعاون الثنائي بين البلدين معبرا معالي عن شكره وتقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدعمة لمملكة البحرين وللإجراءات التي اتخذتها مع أشقائها من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي لكل من يدعمه أو يموله من جانبه أكد معالي الدكتور أسلوكوولد أحمد أزيدبي على قوة العلاقات التاريخية الأخوية بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الموريتانية مجددا موقف بلاده المساند لمملكة البحرين ورفضها التام للمساس بأمنها أو التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال منوها من جهود الدؤوبة التي تقوم بها مملكة البحرين لأجل الحفاظ على الأمن القومي العربي ترجمة نانسي قنقر